لما منقرأ عن صفات الشيطان في الكتاب المقدس منشوف في صفات خطيرة صف رؤية بيسميه المهلك أو المدمر أبدون وأبليون بيتكلم عنه في إنجيل يحنى كان ذاك قتالا منذ البدء السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك يعني السارق هون الإرهابي وبعدين بتشوف مثلا صفات الشيطان أنه كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه هو ومنشوف أنه بغربل هاي الصفات الشيطانية بنشوفها بشكل واضح عفوا لكن لما منقرأ المثل منشوف محتال بطريقة يعني بضل حتى فيها أنه بيزرع الزوان والناس مش حاسة ولا شعرة كيف تفسيرك أنا عجبني أول رب يسمى الإنسان عدو إنسان عدو والشيطان يعادي المسيح ويعادي كل من يتبع المسيح وعايز يخرب العمل الجميل الملكوت الجميل اللي عمله المسيح على الأرض هنا جماعة المسيحية والمؤمنين فعشان كده سمى عدو حتى بوليس لما كلم عليم الساحر قال له يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة عشان كده واحدة من طريقة عداوة الشيطان للمسيح إنه يزرع وسط المسيحية زوان عشان يعمل برجالة للناس تبقى الناس مش عارفة هو ده المسيح ولا مش المسيح هو ده المؤمن ولا مش مؤمن يعمل حالة من اللخبطة لكن شكرا للرب مكتوب إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرقلكم سريعا اشتركوا في القناة